اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او اكيد طبعا كلامك صح دايما شخصية الطفل العنيد بتبقى مكتسبة يعني يناده وعصبيته بيبقى مكتسب لانهم دايما معندوش مساحة انه يعبر فيها عن نفسه دايما فبالتالي عناده يوم عن يوم بيزيد انا مديتش مساحة الابن يعبر فيها عن نفسه رافض شيء معين ليه او هو متمسك بشيء معين ليه بالعكس انا عايز افرد عليه اوامري وعايز هيعمل اللي انا بقوله بس طيب انت عايز تعمل ايه او انت بتحب ايه او انت رافض اللي انا بقوله لك ليه دايما الامهات بتقول لا طب انا عايز كذا لا من قبل حتى ما يكمل بقية الجملة لا ايه عايز فطبيعا انه بيعني دقديمي انه عايز شخصيته تظهر زي ما انت بتظهر شخصيتك عليه ما هو برضو ليه شخصية وليه كيان وعايز يعبر عن نفسه وعايز ياخد مساحة من الحرين ويتكلم عايز يقولك لا طب لأ ليه يا ماما قبل ما الام تقنعه بنفس الطريقة فهو برضو بيعترض ولو الطفل اصغر في السنة تليه بيعيط يقوى بقى بشكل جبير جدا بتو بيش عارف تتصرفي باعي عايز لا دايما بتبقى مرحلة اللي هي جيه فيها الطفل عناده بدأ يتشكل بالطريقة اللي انت بتقول عليها اللي هو بدأ يقوى او يجعر بصوت عايز ده بيبقى فيه خطوات قبلها الام عملتها غلط يعني انا دايما بشوف ان العناد بيمر بمراحل الاول مرحلة فيه خالص اللي هي بتبدأ من عمر ست سبع شهور معقول؟ اه بيبدأ ان هو الطفل يعني بيتخلص شوية شوية من اللبن ومن السوائل الام بتبدأ ان هي تدخله حاجات صلبة يأكلها شوية حاجات مهروسة فهو لسه مش واخد على ده واخد كل حاجة سوائل فبالتالي الام بها عايزة تأكله بالعافية لأ هتاكل يعني هتاكل فبيبدأ اول مرحل العناد بيبدأ يقفل بقه مش عايز وهي بتبدأ تعاند معاه اكتر افتح بقك هتاكل وتأكله بالغزب فبعد كده بيسمع منها كلمة لأ فبيبدأ اول كلمة يرددها بابا وماما تريبا هي لأ ايو ايو صح لأ او نوب الانجليزي اه اي حاجة تلاقي بيسحى في ناحية اي حاجة لأ طب تعالي هتاكل لأ فبيبدأ اول حاجة بيسمحها كلمة لأ احنا بنشوف ان العناد ان هو ده طالع عنيد لبابا وطالع عنيد لحماتي ايان كان اللي احنا بنلبسه في حيات معنا هو دا هو دا اللي واخد منه العناد ده كله غلط لان العناد دايما او السلوكيات عموما بتبقى مكتسبة مش موروصة من الاب او الام والحاجات اللي احنا بنسمحها دي كلها فبالتالي واحد اتنين عناد بيبدأ ان هو يمشي بيخطي اول خطواته ان هو يتعلم الماشي هو عايز يستقل عنك هو شرف نفسه ان هو بدأ يروح يجيب الحاجات تسنده او بتحاول ان انت تساعده في مكتبه او حتى فضوله ان هو راح يستكشف اي حاجة راح ناحية الكوباية راح ناحية مثلا التسريحة اي حاجة فيها ازاز بيلمع قدامه عايز يجيبها الام بقى تشد هات لا ما تروحش ما تجيش ايه بس دا معنى ان انا خلاص انا كده مش عامل حاجة دا انا هسيبه ينطلق لوحده كده مش ينطلق لا 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 فيه العاب اللي هي بتبقى السرير او الحاجات اللي هي بتبقى الصور البلاستيك اللي بيتبقى والام بتحط فيه كل لعب وكل حاجته مسحة جبيرة ان هو يسحف فيها احكيلك على تجربة ليه علاقة بالصور دا بس استأذنك هنطلق نشوف بس حالة المرور معانا مرسلنا محمد خالد من الادارة العامة للمرور يطمننا على حالة المرور النهاردة صباح الفل عليك يا محمد صباح الفل والجمال عليك يا خالد وعلى كل السادة المشاهدين ويوم جديد ونهار جديد وكالعادة من داخل الادارة العامة للمرور لمعرفة ورصد الحالة المرورية على محافظتي القاهرة والجيزة وعلى كافة المحاور الرئيسية والطرق السريعة خلينا تعرف اكتر عن تفاصيل الحالة المرورية اليوم من خلال الرائد احمد نور مش في غرفة عمليات الادارة العامة المرورية يعني بعد صباح الخير يا فندم حابين نتعرف عن تفاصيل الحالة المرورية اليوم صباح الخير لحضراتكم الجماعة السادة المشاهدين ساعة تجوزة سامنة والنصف الان وإحنا على وشك الانتهاء بالنسبة لكسفات الزرام الصباحية عندنا من بداية اليوم الكسفات المعتادة لكن الحمد لله تحت السيطرة نقدر نقول لي ما تجاوزتش 50% على كافة المحاول بالنسبة للقاهرة والجيزة عندنا أبرزة بالنسبة لمناطق القاهرة محور الثورة القادم من مناطق السويس ومتاج لخدمات مصر الجديدة أيضا في الاتجاه الآخر القادم من قبر الكيلو 4.5 حتى أمام مدخل المطار كان فيه كسر مصورة مياب أمس تم إصلاحه وفقط بالنسبة لتأثير أثار الحفر في الإصلاح مبارح بسبب بعض الكسفات اتجاه مناطق السويس لكن مع عمليات محافظة القاهرة الحمد لله حيتم التعزيز وحيتم العودة الشيء لأصله عن قريب عندنا أيضا بالنسبة لمناطق القاهرة أعلى كبر 6 أكتوبر الكسفات واضحة في القادم من مناطق خدمات رمسيس ومتاج لمنزل الصراية يفضل الاستخدام عن طريق محور كبر العباسية أيضا مع امتداد رمسيس لتأثير الأخر الحمد لله لحد ما بيعمل بصورة جيدة نسبيا بالنسبة لطريق الاسترات بعد الكسفات القادمة من مناطق ساكر وكوريش ومنتجه لصلاح سالم والسيدة عيشة لتأثير الأخر بيعمل بصورة جيدة يفضل بالنسبة للمحور كورنيش بيعمل أفضل نسبيا الجيزة أبرز الكسفات بها بشارع الجيزة وشارع النيل السياحي نظرا لوجود التحولات الخاصة بمدان النهضة وحفر نفع الجيزة يفضل بالنسبة للمحور الجامعة وشارع السودان أبرز الكسفات على مناطق الدائرة حتى الآن من أعلى الموريطية ومتاجه لأعلى الموريطية بسرعات بطيئة فقط من 50 ل60 على وشك انتهاء بإذن الله باقي محور الدائرة الحمد لله بتعمل بسرعة جيدة محور 26 يوليو بيعمل بيكمل طاقته فقط القادم من مناطق اكتوبر ومتاجه لأعلى السودان ومدان لبنان بعض التجميع حتى مناطق أسهل الدائرة فقط الطائرة السريعة والصحرية والحمد لله لم تشهد بوجود أي بلغات أو أي حوادث مواصرها بحركة مورية الكسفات المعتادة على الطريق الزراع يوميا وعلى وشك انتهاء قادم من أليوب ومتاجه لخدمات شبرة مع المطالع المنازل وتأم التعزيز من قبل خدمات الإدارة عامة المورو هل في أي حوادث ثانية يا فندم لقدر الله يعني سببت أي من الكثفات على أي من المنحية بخلاف اللي حضرتك ذكرته لا بحمد الله تأم من بداية اليوم لا يوجد أي حوادث تأم مؤسرة على الحركة المورية الحمد لله يعني يمكن دايما يوم الخامس يا فندم بنشوف فيه كثفات مورية كتير إزاي اللي دار عامة الموروب بتتخذ الإجراءات لده وبالنسبة لبكرة دعوات التظاهر بكرة فيه استعدادات معينة اللي دار عامة الموروب يعني هتتم الحديث عنها أو هتعلن عنها هو بالنسبة لكثفات الخاصة بالنسبة اليوم الخميس بيتم تعزيز الخدمات خاصة في الاتجاه الخارج من مناطق القارة ومتجه لمحافظات والأقاليم لتوافض المواطنين نظرا لحلول الأجازة الأسبوعية الخاصة بيوم بالعمل اتجاه المحافظات بالنسبة للطرق السريعة وأيضا طريق الزراعي بالنسبة لكثفات الزروة المسائية بالنسبة لباكر يوم طبيعي جدا نحن بنتمن جميع السادة المواطنين هو بيتم تعزيز الخدمات ومعمول الخطط المحكمة لوجود أي كثفات يوم طبيعي زي يوم جمعة من الفئة رائد أحمد نور بشكر حاجة شكرا جزيلا عفوال حضر ممكن كما تابعنا خالد يعني من شاء الله نتمنى لجميع السادة المشاهدين ورسول إلى أعمالهم بسلام إن شاء الله عودة مرة أخرى إليك خالد نشكر جدا محمد خالد من الأدارة العامة للمرور ومننجع نكمل مع دكتور سهام حسن أقصائية نفسية الأطفال وتعديل السلوك كلهم نتكلم على الصور اللي هو المحاب بالطفل أنا كان عندي تجربة إن أنا جبت الصور ده بس المشكلة الأطفال ساعات ما بتحبوش بتحس برضو بالخنقة حتى لو أنت وفرت لهم حاجات جوا يلعبوا بيها بس هو بيحب دايما ينطلق مش عارف دايما نراجع للأصول قبل كده من قبل ما قبل الصور يعني ولا كان إيه بزبط للمشكلة يا كل الفكرة أنه مش صور بمعنى إن إحنا هنعمل صور فعلا أو الحاجات اللي هي بتتباع البلاستيك ممكن ديه في مرحلة متقدمة شوية بس ممكن الخدديات الصغيرة أو المخدات هو بيلعب على السلول المخدات دي موجودة وأنا شايفاه علشان فيه أطفال تتهور يا كل الفكرة هو إيه سمع بالتهور ده صحيح يعني ده بيبقى أي طفل كده هو عنده فضول كلنا مولودين ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق فينا شوية حتة الفضول وحب الاستطلاع والاستكشاف لأنه ده نوع من أنواع الزكاء التخيلي عند الطفل إن هو بينمو من خلال أنه لو رحت هناك مثلا أو إيه اللي بينور ده أنا عايزة روح أشوفه أحبوا يرموا نفسهم كده عادي هيروح بس هيروحهم الشايف هو عايز يروحوا خلاص كم وصحور يكون الفكرة أنه عايز يردي فضول وعايز يروح يستكشف الحاجات دي الأم الزكية بتبقى دايما حريصة إن هي تستكشف مع ابنها يعني تروح بنفسها أو إن هي وتقول له بص ده كذا ودي كذا ودي بتعمل كذا ودي بتعور أبقى شوية حريصة أن أنا ما حطش الحاجات اللي هي تتكسر فعلا قدام ابني يعني أبعدها شوية يعني مش لازم الفوزات والحاجات والحاجات تبقى على طرف الترابيزة اللي هو ممكن لو شاب شوية يروح يجيبها يعني لو سند نفسه يروح يجيبها أو بعكات تتكسر توم ضرباه طيب إحنا بدأت التلفونات تبقى موجودة معنا ونأخد ستفسارات على التلفون معنا يا صحر إزاي كه يا صحر صحر صباح الخير تفضلي صباح الخير خير صباح الخير دكتور صباح الخير تفضلي الدكتورة معاك آه إبني عنده خمس سنين آه مشكلة رغز ابني رغز هوبا دي حاجة حالودي أوكي تمام لأ آه لمدرسين في المدرسة المدقين منه يعني أروح لمدرسة أسأل عليه شاطر وممتاز وكل حاجة عارك يجوابها بس مشكلة التلال ما بيبطلش كلام طب هو بيتكلم في حاجات مفيدة مثلاً بيبطل بيتكلم مع أصحاب بيتكلم شكل عامع ماشي شكراً يا تبتالي دي حاجة حلوة يعني إحنا طريباً في مرة من الحلقات اللي احنا تكلمنا فيها تكلمنا عن أنواع الزكاء فده نوع من أنواع الزكاء هو عنده زكاء لغوي هاي يبدو ما شاء الله عليه آه ما شاء الله الله أكبر عليه زكي وشاطر يعني الندرسين بيشكره فيه بس هو بيتكلم في ما هي بقى زعاد بتتحاول لمشكلة أنه هو مثلاً ممكن يصدع المدرس أو ممكن يعطل زميله أنه هو مركز وحصل دراسياً كويس فبيبدأ بقى يدور على حاجة تشغله دايماً المشكلة دي بقول أنه هي أحلها مع المدرسين بمعنى أننا المدرس اللي وقف يبمرن شوي هو عارف أن ده نوع من أنواع الزكاء أنه هو الطفل رغي فأحاول الرغي ده فيما يفيد ممكن أخليه يطلع اللي أنا شرحته كمدرس هو يطلع يعده تالي أصحابه أو أنه هو يقف يقرأ لهم درس أو يقف أنه هو يتكلم معاهم مثلاً في قصة معينة أو أخليه كل واحد فيك ويقول لي مثلاً موقف حصله زي اللي أنا شرحته جوه الدرس ده فبالتالي أنهار دي جميع الأطراف الطفل اللي عنده قدرة على التخير والطفل اللي عنده زكاء اللغوي الطفل البصري أنه هو ممكن يستحضر مشهد في الزهن أنه هو يبدأ برضو يحكي عليه ويقوله لي فهنا أنا اللي هعرف يخليه شوية عارفة اللي هو يسوق فيها يعني لما أنا أقوله آه إطلع يتكلم فساعات المدرسين يقطموا للطفل يعني كثوصاً لما يبقى لسه طفل صغير وعمال بيتكلم ما دي مش حاجة كويسة برضي الخياد أن أنا أقطم الطفل أو أن أنا أقوله بس رغي أو أعقبه حتى على كلام وده مش صح لأنه هو كده مع الوقت هيبدأ أنه ينعزل أو يمطوي أو أنه يخش ده لي مشكلة نفسية أنه هو عنده قدرة كبيرة جداً على الكلام والتعبير عن نفسه طبعاً مشكلة تراغي دي بيبقى لها أصول أنه هو بيبقى رجائي أو كلامه كتير بيبقى لها أصول مثلاً في طريقة التربية أو لا يا الفكرة كلها ده نوع من أنواع الزكاة رضينا سبحانه وتعالى وهابو للطفل زكاء لغوي بيعرف يتكلم بيعرف يعبر عن نفسه كويس ممكن شوية شوية مع الوقت ممكن يكتب ممكن يكتب اللي هو جواء خواطر أنا ممكن بذلك تمرانه أنه تعالى اللاغي يقرأ بالضبط يقرأ قصص أنه هو يتكلم ممكن بعد شوية مع الوقت هو عنده خمس سنين بس شوية شوية لما يخش في المرحلة الابتدائية ممكن يطلع في الإزعال المدرسية ممكن يطلع عليك يا مزيع يبقى كده وظفت معي سوهير سوهير ازاي كده سوهير اتفضلي صباحي فل على حضرتك اتفضلي ممكن لو سمحت لاتها بالدكتورة اتفضلي أفنني بالدكتورة مع حضرتك صباحي نوري حي طيب المدرسين بيشكوا من حركتهم بيركزوا ينتبهوا جوا الفصل ولا الحركة بس لا الحركة زيدة جدا بس لكي جدا ولفظ بسهولة بس المشكلة في الحركة زيدة قوي والعين نرجعش تكتب الواجهة بقى البيت طيب حاضر يا فانو شكرا يا أستاذ سوهيرو هنوضع لحضرتك حالا بي بردو لها سبب هي لو الحركة مؤثر على تركيزه وانتباهه فانا كده لازم ارجع يعني ارجع طبعا المتخصص ان انا ابدأ اشوف الحركة دي سببها ايه لان هي بتقول كمانا الطفلين 8 سنين و3 سنين ونص فواضح ان ممكن يكون فيه مشكلة فعلا في الجانب مثلا احنا نروح لأول دكتور مخو اعصاب باقي كان روح للمتخصص نفسي بس هنه بتقول ان هما بينتبهوا بشكل كويس هو بينتبهوا بس ما هو مش شرط اشكال فرط الحركة ان هي تيجي عندك فرط حركة وصاحبها تركيز وانتباه مشتت ممكن يبقى فرط حركة واندفاعية مثلا لان هو واضح هنا ان هو مش عارف يعمل كنترول على فرط حركته دي المدرسين بيشتركوا منه كمان اتقل عندهم اعمل لها صرف طبيعي مدى المهمة عادين مفيش بس لازم تتطمن في البداية من دكتور مخو اعصاب ان مفيش سبب صحي الا او سبب يعني جسماني للحالة طيب معانا على تريفون رشا زكية رشا شكرا استاذ رشا طيب يعني في حالة ان ممكن يكون فرط الحركة دي زي ما حديك قلت من شوية زيادة عن اللازم انا لو نفترض ان اتطمنت على الناحية الجسمانية وما فيش مشكلة من المخو والاعصاب ايه الحاجات اللي هو انا ممكن اخليه حتى يمرنه في البيت يعني اخليه اعمل حاجة في البيت مش لازم ان انا او فيه ناس مش عندها فرصة ان هي تروح نادي او مركز شباب او او فممكن فيه حاجات في البيت تمرنه يعني مثلا بيقولوا المكعبات المكعبات دي بتطلع الطاقة بس ساعدة المكعبات حصلة وتفصل كبير شوية ليه تكسل نية المكعبات يعني اكبر من كده بكتير فايه اللي ممكن اخليه اعمله هي الفكرة كلها ان هي طاقة جسدية مش طاقة ذهنية بمعنى ان هو ممكن يعد يلعب مكعبات او بازل بس هي فدته شوية من الوقت بس هو قاعد علي قاعد مثلا عشر دقايق ربع ساعة عمال لي مثلا شكل بالمكعبات عمال لي شكل بالبازل ايه اللي بعد كده انا خلاص خلصت مثلا عشر دقايق او ربع ساعة يعني دايما الاطفال عندها فارطة حركة ملولين حتى على المذاكرة يعني ايه بتاعبني كمان في المذاكرة يعني ان هو ما يقدرش ما يطقش يقعد يعني بالزبط ممكن يكون انتباهه قصير اه بيتشتت بسرعة ادي له مثلا ربع ساعة تلت ساعة مذاكرة وتلاقيه بدأ ان هو يفرق مش قادر مش قادر ان هو يقعد يكمل بقية المذاكرة فلازم لازم انا كده يا دكتور انا كبير انا ما بقدرش عقد ربع ساعة على بعض في احد ما ادنوا والله عندي ملل غير طبيعي هتوم تسيني وتمشي راية لا 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 لو احنا ما بنعملش حاجة مثلا مزهق جدا يعني ايو ما هو الفكرة يا خياد هو بيعمل هو بيعمل هو قاب بيزاكر بس هو بالزبط ما هياش حاجة برضو مرضية بالنسباله لانه طاقة جسدية مش طاقة ذهنية انه هو يطلحها في مذاكرة او في مكعبات او في بزل لانه انت كل ده بتعتمد على الزهن التركيز البصري التأذر الحركي البصري مع حركة العين وحركة الإيد في التركيب لكن هو كل الفكرة أنه عم طاقة جسدية عايز يطلحها يعني من الآخر أوفر له قوضة مثلا مقفولة كده أنا عايزة مكان واسع أنا عايزة يجري عايزة ينطلق يطلع الطاقة بتاعته دي في رياضة أنت بتقول دلوقتي هي مثلا ما تقدرش أنها تروح نادي بسأل عندي المقدرة أن أنا ممكن دلوقتي بقت ميسرة شوية يعني أنت زي ما قلت مركز شباب ممكن أعمل اشتراك في النادي للعبة واحدة مش لازم أدفع الاشتراك للنادي كله لعبة واحدة بس أو مركز شباب الناس اللي هي ما عندهاش مثلا المقدرة المادية أو الاستطاعة المادية بس أنها لازم أخرجه في مكان واسع يلعب تمارين مفيدة تحت مثلا تدريب من الكابتن لأن كل ده الحاجات دي بتعمله صرف طاقة بحس إن التطرج تمام أنه يبقى عنده هدف دي حاجة مهمة جدا هو هدف بيجري على إيه ممكن يكون بيجري على مدينة بالضبط صرف طاقة مفيد مش طاقة عشوائية هي بتطلع كده في أي حاجة وخلاص عمال يجري يلعب كده يتنطط شوية لا طاقة بتتوظف بشكل صح طيب ساعات بتبقى العند بيوصل لمرحلة اللي هو بيهدد الأب والأم بحاجة معين هما يكونوا مثلا بدقيين منها على سبيل المثال إن هو يحط طبعه في الكبس الكهرباء إن هو يخبط دماغه في الحيطة يلطم على وشه تلاقيه بيقلع هدوم يعني أي حاجة بحاجة على الأرض يقعد يتمرمخ كده في الأرض بحيث إن هو يدايقه يدايق الأب والأم طبعا لها أسباب واضحة جدا لكن دي حلها إيه بقى على إجهة زي إنت وصلت كده لمراحل متقدمة من العناد بمعنى أن الطفل بدأ إن هو يلفت الانتباه بيصعد الموقف بدأ إن هو يعني يلفت انتباههم لما هو بقى اللي أنا هعمل لكم مصيبة أنا ممكن أحركوا أتسبب في إحركوا قدام الناس أنا من البداية لو إبني زي ما أنت بتقول رح حط صباف في الكهرباء رح مثلا حط إيده على النار بدأ إن هو يخرج الحاجات اللي موجودة جوال الدولاب أو واتفر لازم إن أنا أبوحريصة الغطيان بتاعت الكهرباء زي ما أنا قلت أنا هسيبه ينطلق بس إن أنا هأمن كل حاجة حواليه واسيبه هو مع نفسه أأمن اللجباس بتاعت الكهرباء إن أنا أغطيها بالحاجات بتاعتها أبعده إن هو عن المطبخ أعمل الباب بتاعت المطبخ وادات أوفير البيئة إن أنا أخليها انطلق بس أنا أنا سؤالي عن الاند بس معلش نرجع ناخد إجابة حضرتك بعد ما نطلع لموجز الساعة تسعة ونرجع نكمل مرة تانية معنا زميلتنا شايماء خاطر ونرجع نكمل مرة تانية في نهار جديد صباح لفول عليك يا شايماء نهار جديد يمكن الخبر الخاص بتعديل المواعيد الخاصة بالسيارات النقل في طريق السويس وطريس معلية ده خبر مهم جدا بعد الحادث طبعا الأليم طبعا يعني ربنا يكون في عون كل الناس اللي فقدوا أولادهم في الحادثة وكمان المصابين إن شاء الله يقوموا بالسلامة الحادثة اللي كانت موجودة أول مبارح على طريق السويس أوتوبيس مدرسة خبط في عربية نقل محملة بنزين فيريت القرار كمان يعمم على العربية النقل في الدائري وغيره دي حاجة مهمة جدا 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 يعني سهلة يعني دي مش حاجة صعبة ان احنا نعملها وطبعا مش هي دي اللي هتمنع الحوادث بشكل كامل بس على الآلة دينا بنحاول يعني يا رب يا رب طيب نرجع نجمل مع دكتور سهام حسن وكنا بنكلم على الجزء الخاص بالعناد المشكلة تتصاعد بعد كده أنا بدأت إن أنا أقولك إنه هو في السن الصغير اللي أنا ببدأ إن أنا أمن المكان حواليه عشان أحل مشكلة فضوله واستكشافه اللي بيؤدي للعناد لأ ما هو ساعات خلاص حقيري في حاجة معينة يعني مثلا مثلا ماشيين في مول بنشتري حاجة وهو أصمم إنه وإنه هو يشتري حاجة معينة وأنا إمكانياتي لا تسمح أنا مش عايزة أجيبها له لأنها غلط عليه أي أن كان تلاقيه وقعه في الأرض وتمرمغ أنا في مفيد في الحالة دي أتصرف إزاي أجيبها له عشان أسكيته ولا سيبه وتمرمغ حاجة بالدين أنا هنازل من البيت وأنا عاملة مع اتفاق سواء رحنا السوبر ماركت رحنا بيت حد من قريبنا أصحابنا إحنا بنعمل اتفاق قبل ما ننزل إنت التزمت بواحد اتنين تلاتة أنا هكافأك هكافأك بإيه بقى؟ بنوع أي حاجة هو يختارها أو مثلا بفلوس معايا هتجيب لك اللعبة دي إحنا نازليني حبيبي عشر إحنا هنجيب طلبات للبيت هنجيب واحد اتنين تلاتة لو في فلوس بقيت معايا هجيب لك كذا الكلام نظري جدا لا هو مش كلام نظري ساعة الجد بتلاقي الطفل في حتة تانية لما بعلمه مرة واثنين وتلاتة ما هو أنا لما بعلمه مرة واثنين وتلاتة أنا هجيلك بقى من ناحية التانية لو ما التزمتش ده إحنا بنتكلم لو التزمت لو ما التزمتش إحنا هنرجع للبيت يعني كنا عند قريبنا كنا في سوبر ماركت وعملت اللي أنت عملته إحدى في نفسك على الأرض وبلاش دايما أن أنا أبين لإبني أن أنا خايفة من نظرة الناس بالله هو بيعمله لأنه كده بيعرف نقطة ضعفة وبيبدأ أنه يشتغل عليها كل مرة هيعمل نفس المشهد علشان خطر أنه يعني أنا في حالة زي كده أسيبه أو أخده أروح لا أسيبه بالزبط أو أقوية على الأرض طيب إحنا متفقين من الأول وإحنا في البيت قلنا هنجيب كذا 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 أنا الفلوس اللي معي تجيب لك كذا كذا دا اللي هو ممكن يكون هو نقق لعبة عالية الفلوس اللي معي تجيب له لعبة بسيطة دلوقتي هنجيبها ولا الروح تروح من غير أي حالة خالص بالزبط بسيبه هو اللي يختار ده في أني سن انت ممكن تضحك علي لأن الأطفال اللي هما في سن السنة الحادة ثلاث سنين بيبصوا للكم مش للكيف يعني انت لو معاك خمسة جنيه وراء في إيده ونحية الثانية فيه كائنز كتير وليكن تلاتة اللي هو خد دول وردي دول كتير انت معاك واحدة بس أيها بزرط طيب إحنا معنا تلك فونات كتيرة جدا معنا الحجة سعيد على التليفون الحجة سعيد صباح الخير أستاذينك بس توضط صوت التليفزيون عند حضرتك خالص انا بس عايزة أسأل الدكتورة اتفضل يا فن انا عندي حفيدة لما نيجي نقول لها ازايك حبيبتي ما تردش علينا عندها كم سنة عفيدة وتدخل كده مكتوفة مننا طب أنا أسأذينك حجة سعيد حجة سعيد عشان واضح واضح ان التساول بتاعك مهم انت بس لو توضط صوت التليفزيون خالص ستسمعيني عن طريق التليفون بشكل كويس عشان نقدر نتواصل مع حديك بشكل كويس طب كويس أنا معاك اوقت ايوا تفضلي بقى دكتور سيهام عايزة تسألك عن حاجة بس أنا متسمع برضو هنعلي صوتنا هو دكتور سيهام هتقول عندها كم سنة يا فندم حفيدة حضرتك أنا عندها عشر سنين طيب هي عندها مشكلة في الكلام ولا أصد حضرتك يعني أصد حضرتك ان هي خجولة ما بتعرفش تعبر على تمام لكن هي مع أي حد غريب عكس كده تبقى منطوية وخجولة لا خجولة ولا أي حاجة لا مع جدها ومع جدتها ومع منها ومع خلانها أول ما تدخل نقولها إذنك حبيبتي ما تردش طب هي مثلا ما بتشوفهمش كتير مثلا وبعد كده بتبدأ تتكلم عادي بتنطلق يعني هي مشكلتها في أنتوا أول دخلة أنتوا ما بتيجوا تسلموا عليها هي ما منطلقة جدا ماشي طيب إحنا بنشكرك جدا يا حج سعاد وهنرد على حضرتك حالك ناخد كمان تساؤل مروة ونرد على الاتنين مع بعض يا مروة إزايك على وطبع الكعير إزايك يا دكتور إزايك يا خير أفضل عليك تفضلي دكتور معاك تفضلي تفضلي دكتور بصي أنا عندي ابني حوالي ثلاث سنين إلا شهرين في مرحلتين مرة في حياته وهو من ثلاث شهور كان بيروح النيرسري وكانت شخصيته كويسة لغاية سنة وثمان شهور وكان منطلق واجتماعي وبيلعب مع الأطفال تماما بعد كده حصل ضرف النهاية كان في بيبي تاني فقعد معي في البيت حوالي عشر شهور ورجع نزل في نيرسري تاني حصل اختلاف تام في شخصيته ما بيتكلمش خالص في الحضانة مش عايز يندمج مع الأطفال هو ذاكي جدا يعني ما بيحطوا لعبة كلهم بيلعبوا لكن هو ما بقاش عنده أصحاب يعني وهو صغير كان عنده أصحاب وعارف أسماءهم وبيوح النيرسري عشان حاليا لا هو معي أنا وبابا أو الناس اللي عارفهم مشاقي جدا جدا في البيت وبيحفظ اللي بيحفظ في النيرسري بالحركات وبييجي يقل دلميس وكل حاجة لكن الريبورتس اللي بتجيري من الحضانة مختلفة تماما يعني بحيث ما هو شخص تاني هو مؤدب جدا في الحضانة ومش بيندمج ومش اجتماعي أنا مش عارفة لو هو كده عنده مشكلة عنده كمان مشكلة في الكلام العربي هو بيسمع حاجات إنجليش كتير جدا كل اللي دلوقتي بيتكلم معاه بيبقى مش فاهمه بيقولي هو بيتكلم أنا لا شاهم اللغة بيتكلم نص كلامه عربي على نص إنجليش يعني ما بيعرفش يوصل للي مش عارفه شتتوا الواجه في التعليم الإنجليزي حاضر يا فاديم هجاوري سبعاً في الله احنا عايزين نناقش برضو الجزء بتاعي يعني ممكن تحديك ترد عليه بشكل سريع بس احنا هنناقش الجزء الخاص بالتعليم الإنجليزي لأنه المعظم دلوقتي بقى بيعلم ولاده بالإنجليزي وهو عايش مع مصريين فالطبيع إنه هو هيتعامل مع مصريين كتير فدي هتبقى مشكلة كبيرة جدا تحس إن الطفل في حتة والتعليم في حتة فإحنا ده هنبقى موضوع اللي واحده بشكل كبير بسموك حاليك ترد عليها في الجزء الخاص خلينا نتكلم على اللي هي عندها عشر سنين وفي أول بس المقابلة هي بتبقى مش عايزة ترد وبعد كده هي بتنطلق يعني هي مش مشكلة إن في برضو إحنا مننا ما بنحبش إن إحنا نتحط تحت موقف ملاحظة عارف إنت اللي هو أول ما تخش مكان خالي إيه الأخبر فتبدأ أني إنت اللي هو الإكسبوجر الكبير ده اللي هو الوهج اللي أنا داخل بقى كل ناس ببصلي فأنا وشي أحمر فده طبيعي يعني فده طبيعي الحد ما بيبدأ أنه ينكسر الحاجز ده بتبدأ أني تتخطأه عادي جدا مفيش مشكلة أنا مش لازم إن أنا في كل مرة لو أنت ما بتردش لي يا بنتي ما أنت بتتكلمي معينا مش لازم أعمل فوكس جامد قوي على المشكلة لا إزايك عامل إيه مثلا وليكن يا مريم إزايك يا مريم عامل إيه الأخبار خلاص ردت ردت ما ردتش هي بعد كده هتتكيف على الموقف إن هي لما تلاقيها تجهلنا السلوك اللي هي بتعمله من الخجل هي هتبدأ تحسن من نفسها المرة الجاية مش لازم السلوك أفضل إن أنا أكبر فيه لحد ما يكبر فعلا ويجي لها خجل بعد كده هي ما تكسرهوش بحس إن إحنا ساعات لما بنذكر المشكلة وبنحس إن نبروزها وبنحس نتكلم عنها في التليفون قدام الأطفال أكيد حس إن هما بيبروزوها هو بيعرف إن أنا كده لفت انتباهك فبيفضل إن هو السلوك ثابت عنده عشان كل مرة لازم يلاقي منك نفس رد الفعل فلما بتاعك يتغير بيبدأ إن هو يتخطاه خلاص السلوك بيكسر المشكلة الثانية بقى المشكلة الثانية إن هي جاء لها بيبي تاني في الفترة اللي هي أعادته فيها فبدأ إن هو إيه يحس شوية بالأمان إن هو بدأ يعود الغيرة إلى حد ما تخطاها فمرة واحدة بعد عشر شهور هو رجع نزلتين فهو ما فهمش أنا نزلت ليه وفيه واحد تاني يعد في البيت شميع إن أنا هو لأ دايماً الطفل بيحسبها كده إن الأم بتبدأ إن هي تسربها وتتخلص منه عشان فيه واحد تاني هي عايزة تديله اهتمامها دي نقطة النقطة عن هي بتقول إن هو بيتكلم معيه كويس جداً وفي الحضانة لأ هو شايف إن الحضانة هي السبب اللي بيبقى أنا بعيد فيه عمامة فبيبدأ إن هو السركيات دي بتطلع في الحضانة منطوي منعزل عنهم المشكلة كلها تتحل برضو مع المدرسة المز بتاعته في الحضانة إن هي تبدأ تدميجه في الأنشطة الجماعية اللي هما بيعملوها الأطفال تبدأ إن هي يعني مش واحد منهم قاعد لوحده بعيد أنا بتجاهله لازم إن أنا أجيبه هل هم ليهم دور في البيت مثلاً إن هي تبتدي يجيبوا أي حاجات يقسموها عليهم ممكن بسيطة أنا بحوال أفكر ممكن يجيب علبة بسكوت بالزبط إن هو ياخدها معاه وديها توزحها على كل صحابك اللي موجودين فهو يبدأ إن هو اللي يقرب منهم بالزبط أو ممكن يعمله فكرة تديش بارتي إن هو كل واحد بيجيب حاجة تمام ومعظم حضانات دلوقتي تعمل الحاجات اللي بسيطة ممكن وممكن قمة تتحايل على الموقف شوية إن هي تجيب لعبة وتديها للميز بتاعته إن هي فكرة الميز هي اللي جايبها مش ماما وديها له على أساس إن أنا أحبيبه بردو في الحضانة مع الوقت شوية بشوية وصحابك بيحبوك والميز بتاعتك بتحبك فيبدأ إن هو يكسر جواحة إن أنا خايفة روح علشان مفيش إنك حد بيحبيني يعني ما عنديش صحاب دي حاجة الحاجة التانية بقى في فكرة إن هو كلامه مش مفهوم إحنا عندنا معتقد يعني سوريا يا جماعة هو فاشل جدا إن أنا عايز أعلم ابني لغة تانية علشان فيه أم هاد من ناحية الوجهة الاجتماعية من ناحية إن هي لما علمه هو صغير هيطلع بربانط لما يكبر في حاجة اسمها فروق فردية يعني عشان بس ملحقش بتليفون تقول لي إيه بس أنا ابني كان سنتين وبيتكلم إنجلش أو سنتين موس في حاجة اسمها فروق فردية اللي هتقبله الطفل ويتعلمه غير اللي جنبه غير اللي جنبه غير أخوه غير ابن عامه بالشرط لأن أنا ما بعرفش إن أنا أعمل دمج للغة والناس اللي هي اللي شغالة في التخاطب عارفين كده كويس قبل سنة ثلاث سنين أنا بمقلقة لأن الطفل عنده لازم يبقى فيه قاعدة سبتة من المفردات والكلمات اللي بيخزنها الطفل عشان يبدأ يرددها بعد كده فبالتالي هو هيقول قطة ولا كات هيقول كلب ولا دج هيقول إيه لأ ولا نور هيقول إيه فمرة واحدة إيه اللي بيحصل يا الطفل بيتكلم عربي مكسر يبتكلم إنجليش مكسر يبيفقد النطق تماما وبيحصل لهم تكسر أنه هو مش عارف أنا هقول لكو إيه دلوقتي فاهم عاولي أنا هقول إيه تمام أو أنه هو بيرفو يتكلم خالص أو يتكلم زي ما هي كده بتقول كلامه مش مفهوم أصلا عموما هي المشكلة دي احنا هنتكلم عنها في حلقة مخصوص كده لأن هي مشكلة من المشاكل الكبيرة جدا لأن البيوت كتير جدا تقول لك إيه لا أنا هدخل إبني حتى في المدانس التجريب العدية وتقول لك أنا عايز أعلمه إنجليزي بقى بيكلم إنجليزي بس وفرجوا على كرتون إنجليزي وفرجوا على مسلسلات إنجليزي أكيد هي مشكلتها دلوقتي تتحلب أني هتتكلم معاه عربي وتبدأ تسحب شوية بشوية الفيديوهات اللي بيسمحها بالإنجليش وتبدأ تتكلم وتحكي له قصص بالعربي هو الثلاث سنين لو تخطهم خلاص يبدأ أنه هيروح تخطهم مش طيب إحنا معنا كمان أسماء أسماء على التليفون أسماء إزايك صباح الفل صباح الخير دكتور سيهم مع حضرتك تفضلي دكتور سيهم معك هيا دكتور بعد إذنك أنا إبني كان عنده ثمان شهور هو متساعل معي أنا وبابا وبس مع الناس بره مرشيش خالص يعني كل ما تاخده مكان بيقدر دايما باسس كده بيقضي عايز يمكن بيقضي تأجز يقضي عايز ساعة أو نصر ساعة بتواصلة حتى عنده مامتي أو عنده حماكي أو كده دايما بيسكتش خالص طيب هو الطفل الوحيد ولا ترتيبه إيه في إخواته هو أول طفل هو أول طفل في بعديه قد إيه في عمرهم لا ما فيك شهور أول بيجر هو الوحيد يا حاضر أنا يمكن تبت شغلي عشان وأنا مش عارفة وديك أي حكسة مش عارفة إيه تعمل معناه خالص زينا كلها بيشوف حد يبطل يعيق عياتنا تواصل حتى مع أهلي ومع أهل جودي أو كده أنا مش عارفة عملي إيه حاضر هنرد عليك يا أسماء ناخد كمان التليفون من شايماء ونرجع نرد على الاتنين مع بعض يا شايماء إزايك صباح الفل أستاذينك تقفلي صوت التليفزيون أرجوك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور سيهم مع حضرتك لو سمحت أنا بنتي أربع سنين وعلى طول شائية جدا بتضرب الأطفال الزغيرين يعني ممكن تبوض حاجات كتير حتة الغيرة غريبة جدا على طول سريعة الحركة مش عارفة سيطرة عليها رغم إنها بتغف جدا وأي حاجة تعيط حيث إنها غلبانة أوي ما عملتش أي حاجة من الشأوى اللي عملتها هو حضرتك حامل أو في بيبي أصغر منها؟ هو حضرتك حامل أو في بيبي أصغر منها؟ عندها ثلاث شهور دلوقتي طيب حاضر يا فنم بجاوب حاضرتك شكرا تعالي أنا حاس المشاكل كلها أعيبة من بعض وأول ما تسأل على البيبي التاني بتلاقي بيعاية جنبك أنا موجود أيها فندم أنا موجود لتبع المشكلة دي برضو ليه علاقة بالغيرة أكيد خلينا بس نرد على أول تليفون أسماء أنا نسيت المشكلة كاتي هي أسماء فكرونا أنا بش نقول طيب نرد على شايماء لغاية ما يفتكروا أسماء طيب مشكلة شايماء دلوقتي أن هي عندها بيبي تاني فطبيعي أن كل السركيات اللي بتحصل ناتيجة الغيرة لأن هي قالت أن هي غيرانة فبالتالي هي مش عايزة تطلع خايفة بتعطي عاية وتسرخ لو هي اندمجت وسط أطفال أنا هعمل حاجة كويسة أن أنا هنزل أخليها تلعب رياضة ورياضة جماعية مش رياضة فردية هبدأ أن أنا شوية بشوية مع الوقت أدمجها وسط مجموعات أطلب من المدرسين في المدرسة أو في الحضانة بتاعتها هي في سن صغير فالمدرسين بينهم متعاونين أكبر من المرحلة الابتدائية والإعدادية يعني مرحلة الانطواء والخجل بقدر أسيطر عليها في السن الصغير ده أطلب منهم أنهم يدمجوها في أنشطة جماعية طب أنا طلعت ببرى البيت وأنا شايلة بيبي أصغر منها فبالتالي هي لازم تعايت وتلفت الانتباه جامد عشان تشيلها كمان عشان بالضبط أو ممكن تبدأ تنيا تسحف أو تتكلم زيه عادي وارد جدا فببدأ أن أنا أوزع الاهتمام عليهم هما الاتنين أخرج معاها هي لوحدها معلش أسيبه مثلا عند ماما ساعة أو ساعتين وأخرج أنا معاها لوحدها أخصص لها وقت قاعد أتكلم معها فيه يعني مش طول الوقت أنا مهتمية بالصغير على حسابي الكبير بلاش أسيب الفجوات مفتوحة قوي كده عشان كده بيأثر على نفسية الطفل هو السن السليم أصلا ما بين الطفل والتاني علشان يعني لو إحنا نظمناها في شكل سليم ممكن يكون قد إيه يعني الطفل يكون عنده سنتين مثلا والأم تبدأ تحمل ولا ثلاث سنين يعني ممكن من سنتين لثلاث سنين بيبدأ أن هو يعني أنا بقول أبدأ أن أنا نزل ابني حضانة من سنتين لثلاث سنين وأبدأ أن أنا جيب بيب تاني كل هو أخد كفايته مني حصل إشباع عاطفي من كل النواحي والجوانب اللي هو ممكن يكون محتاجني فيها طيب إحنا عندنا الاستفسارين الاستفسار الأول بتاع أسماء اللي كانت في التقربة أهم معهلو إنها ابنها عنده خمس سنين وكل ما يروح مكان بيعايد بشكل كبير جدا ما بيرتحش غير بس في بيتهم مع بابا ومامته لكن أي ما يروح أي حتة لازم بيعايد هي تقريبا نفس الرد اللي أنا ردته على شايماء إن أنا أدمجه في رياضة جماعية إن أنا أبدأ شوية بشوية هو ده تفلوها الوحيد أنا افتكرت أسمي هو ده تفلوها الوحيد يعني معنى كده إن هو الاهتمام عليه زيادة تمام فهو طول الوقت حصله زي التعلق بيها مش عايز يجرب حد تاني إن هو يروح يلعب معاه أو أو فأنا بحاول إن أنا أوزع الاهتمام شوية أجيب مثلا لو عندي جرين أجيبهم هما اللي يلعبوا معاه يعني أبدأ له خطوة خطوة أجيبهم يلعبوا معاه وطبيع إن هو هيعايد في الأول وهيعترض في الأول بزبت مش لازم إن أنا بحريسة أو خايفة أصله بيعايد أسلسطه وتنبح الكلام ده كله لأ أسيبه خليه خلص كل اللي عنده ممكن بعد كده وديه في مرة إن هو يلعب معاهم شوية شوية أخرجوا لرياضة شوية شوية ممكن أروح مكان في كيدز إيريا واسيب ويلعب بوسط الأطفال وأنا موجودة طيب معلش آخر حاجة بقى لشان دي اللي إحنا كل المفروض نبتدي بيها هو موضوع نقل الكلام بس أنا عايز رابط سريع جدا جدا الطفل اللي بين الكلام ويقعد يقول حاجات مش المفروض أنها تتقاله بين المن البيت يقول ده بابا وماما قالوا كذا أول حاجة أنا القدوة قدام ابني ما ينفعش أن أنا أتكلم فيما يسي قدام الطفل وهو موجود عن قريبنا أو عن أصحابنا لأن الطفل شايف أنه هو بيتكلم عادي بيتكلم منتعل عفوية ممكن الشخص أنه تكلمت عليه بسوء دخل ماما مش هو ده اللي أنت قلت عليه كذا كذا لازم أبا حريصة أبا قدوة حسنة قدام ابني لازم أفهمه إيه الحاجات اللي أنا ينفع أقولها اللي هي أصرار البيت والحاجات اللي أنا ما ينفعش أقولها طيب لو ماما جات لي أو حمايتي أو أي أن كان أخلي أولادي في قدوة من فاصلة فضلوا على قدودكو وأبدأ إن أنا أتكلم معها ما أتكلمش قدامها وهي موجودة الناس الكبار يعني الناس الكبار بليز يا جماعة بطلوا موضوع الفضول واستغلال الأطفال وبرائتهم لأنه هو يعني سلوك إنه هو بينقل الكلام إيه اللي حصل بقى يا حماده بين ماما وماما النهار ده بالزبط آه الحاجات اللي ده أكتر سلوك يعني أنا باستغلي في برقة الطفل بشكل جبير جدا هو مش عليه اللوم أنتوا اللي عليكم اللوم طيب حصل مثلا واتكلم بره الأطفال اللي بتحب إنه تلغي الكشير وفيه ماما بتحسب وشفت إيه اللي حصل يا عمه لأ أنا ببدأ إن أنا أقوله إيه اللي ينفع يتقال وإيه اللي ما ينفعش يتقال إيه الأسرار اللي أنا أقدر أحافظ عليه على البيت وأعمل تاست في حاجات سر ما بينه مثلا ماما والطفل فيه سرح نازم يتفق إنها مش هيطلة عملوا تاست وهل شاطري حبيبي برافو عليك إنت ما قلتش مثلا لطنط أو ما قلتش لعمه أين كي نعم بلد صوتة شديدة طبعا هنرجع نتكلم في المواضيع دي مرة تانية كالعادة نورتينا والكلام مهم جدا وإحنا طبعا بنعتذر لكل الناس اللي ما الحيناش نرد على تليفوناتهم كانوا نورنا دكتور سيهام حسن أقصائية نفسية للأطفال وتعديل السلوك نوريكم النهار دا فيه نهار جديد إن شاء الله تنورنا مرة تانية لكل الناس اللي عندها استفسارات وأسئلة تابعونا كمان شوية شغيرين وفقرة لطيفة جدا من هنا ومنزيكة كمان شوية نهار جديد صباح